أبهرت شركة شيل في توقعاتها السنوية للسوق أن يتضاعف الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال وبحسب تقريرها السنوي فقد توقعت أن يرتفع حجم الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى 700 مليون طن بحلول عام 2040 مع سمرار قيام الغاز بدور مهم في منظومة الطاقة منخفضة الكربون وخلال العام الماضي نمى الطلب العالمي على الغاز المسال بنسبة 12.5% ومن المتوقع أن تظل آسيا هي المنطقة المهيمة في العقود القادمة مع توليد جنوب شرق آسيا أكثر من نصف الزيادة في الطلب حسب ما ذكر التقرير